قامت دورية أمنية بإيقاف سيارة توزع صدقات العيد على ضعاف الحال بتهمة التهليل والتكبير بدون ترخيص وقد كانت هذه المساعدة تحت إشراف جمعية الإحسان الخيرية بسقية الدائر من الساعة العاشرة ونصف نبدأ لتجميع اللحوم وفي الوقت نفسه توزيعه مع جلب الجلود فأحنا في هذا الإطار عوض سيارة مش الدور فيها غناء ولا كذا قلنا نشيع هذه الفرحة والتهليل والتكبير وقمنا بها في السنة الماضية في إطار معتمديد ساقية الدائر وكان البعض من أخواننا المتطوعين ربي جزيهم خير سواء كان صاحب السيارة المتطوع ولا بعض الأخوة اللي يقودوا السيارة ويقوموا بهذا التنشيط الثقافي والإيماني هذا هذا التنشيط الثقافي وإيماني في يوم الوقفة يوم التاسع من ذي الحجة إلا أنه اعترضت الأخوة دورية أمنية استوقفتهم خذات الأوراق الثبوتية احنا هذا لا نعترض عليه نحن بالعكس نحن نشد على أيدي إخواننا من الأمن أن يتثبتوا أن يفحصوا الأوراق الثبوتية نحن معهم في هذا الجهد لكن بعد ذلك الأخوان طلبوا قالوا عند كم شي ترخيص لهذا التكبير قالوا ما عندناش ترخيص دورية ما الدوريات وقفت أن طلبت من الوراق متاعنا الشخصية ووراق السيارة ومبعدين طلبوا ترخيص قلنا له ما عندناش ترخيص كيف سبتكم في السيارة هذي قلنا له متابعة جامعة ساقي الدال جامعة مركز السبع ساقي الدال هاكا ومن غاديكا دورونا دورونا ولا يبحثوا فينا أول ما أبدأ جيتنا مش نحكي مع العاون شدني من كرومتي تم افتكاك السيارة قبل قرشايا؟ تم افتكاك السيارة أول ما أبدأ وفأنا حاول البوفلوات مضخمات من بعدين رجعونا مفتح من بعد رجعو خذوا السيارة هذو الفوريه تكوني يعطي فيكم الفلوس قداش خذيتوا فلوس قدتوا ما خذينا منعات حد لش كون تعطيوا فلوس قدتوا ما ناخذوا منعات حد أحنا التطوعنا من عندنا اليوم نهار وقفة وبالذات قضيتنا كلها مريقلة لا شيء ما عندي ما نعمل جاني والخوية قال لي تاخد الشيء معي خدش تمع ياخي اسباحنا في سينوجي قدمت قضية ومش يعرضوا غدوة على القضاء مش تعداوة على حكم التحقيق وهذا شيء نستنكرله كثيرا ومبالغة هذه مبالغة كبرى ونقرأ منها رسالة واحدة وإحنا أنها رسالة مفادها الحصار ومحاصرة العمل الجمعياتي وحصار ومحاصرة ذكر الله وهذا ما ينسجمش مع الثورة وما ينسجمش مع الروح الجديدة اللي نحب ونرسيها في المجتمع ما تكره بيسوقوا فيها يقولوا لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تتسمى جريمة والات في تونس يا سبحان الله جمعيات عرفت بأعمالها الخيرية واليوم تجد نفسها أمام القضاء فهل سيصبح اليوم العمل التطوعي عملا مشبوها في تونس؟ اشتركوا في القناة